نحن الآن في وسط ضجة كبيرة حول قضية هذا الفيلم الصاقط المسيء لمقام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله نحتاج هنا أيها الإخوة إلى أن نفكر على مستوى عالي أن كيف يمكن مواجهة مثل هذه الإساءات أول سؤال يتبادر إلى الذهن في خصوص هذه القضية المشتعلة الآن أول سؤال يتبادر أنه لماذا وقع ما وقع لماذا مجموعة من المعتوهين الأنجاس من النصارى قاموا بإنتاج هذا الفيلم متعمدين لمثل هذه الإساءة ولمثل هذا الاستفزاز المقرف ما هو السبب؟ السبب أيها الإخوة سببان رئيسيا السبب الأول تمدد الإسلام في البلاد الغربية في السنوات الأخيرة عن الإسلام على علاته يعني نحن مدى نتكلم عن الإسلام الإسلام الحقيقي بس حتى ذاك الإسلام اللي على علاته ماكو هذا مقلق مقلق بالنسبة لما تبقى من النصارى لما تبقى من اليهود يعني شيء واضح الإسلام في تمدد النصرانية ليست في تمدد النصرانية في تقهطر في تراجع أنتوا تشوفون يروحون إلى الكنائس هنا يصلون من يروح؟ كل الكنائس معزلة ما كو ما حد يروح الكنيسة هنا ما تفتح إلا إذا أكو عرس عندهم أو أكو شنو عزاء غير هذا تفتح؟ ما كو الاستبيانات والدراسات منشورة في وسائل الإعلام البريطانية وسائل الإعلام الأمريكية أن أكثرية الشعب خاصة فئة الشباب لا دينيين ملحدون ما يؤمنون بهذه الخرافات نصرانية شنو؟ دين خرافة دين فارغ ما عنده شيء شوية قيم روحية موجودة وثم كله عبارة عن تناقضات سخافات تفاهات لا يمكن لإنسان أن يحترم عقله ويعتنق هكذا دين إذا يحترم عقله ما يؤمن بهكذا دين زين فإذن النصرانية في تقهقر الإسلام في ازدياد عدد المسلمين في ازدياد يوم بعد يوم طبيعي دائما أيها الإخوة أيّة طائفة تشعر بأنها تتقهقر وتتآكل تخرج منها أصوات تتطرف في الإساءات والاستفزازات طبيعي هذا شوفوا إحنا شونا مشكلتنا مع الطائفة البكرية نفس المعادلة التشيع في ازدياد عدد الشيعة في ازدياد إحنا نأكل منهم هم يتآكلون يتقهقرون فمن الطبيعي هو يشعر النار حوله من كل جهة يقوم ماذا يسب ويشتم ويتمادى ويطيل لسانه ويأسس محطات فضائية بس مخصصة لماذا؟ لهتك مقدسات الشيعة وللإساءة إليهم شيء طبيعي نفس الشيء النصاري هذا السبب الأول السبب الثاني وهذا شوي أهم نحتاج أن نركز عليه السبب الثاني هو في واقع الحال يتشعب إلى شعبتين الشعبة الأولى أفعال من يسمون أنفسهم مسلمين في العصر الراهم هذه الأفعال كونت في قلوب الشعوب الغربية حقداً متراكماً كاد أن يصبح كالجبال الآن في قلوبهم هذه الأفعال أنت تقوم تفجر تقتل أمام شاشات التلفزة ما تستحي اتخلي ورائك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنت ملثم بيدك سيف وتذبح واحد أمامه كالخروف للذبحة موشكة؟ باسم النبي اللي خلفه هذا النبي اللي بعث رحمة للعالمين أنت تعطي هذا الإمج هذه الصورة ماكو؟ هذه الصورة لما يراها الإنسان الغربي يقول هذا نبيكم هذا نبيكم هذه شريعتكم شترد من عنده يصير غير أنه يتحول إلى وحش ضد المسلمين وضد الإسلام شترد منه هذه الأفعال التي وقعت من تنظيم القاعدة من بعض الحركات هنا وهناك الأحزاب التي هنا وهناك البكرية الأرهابية الأرهابية التي شوهت سمعة الإسلام وسمعة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه مجرمة في حق الإسلام وفي حق رسول الله صلى الله عليه وآله لأنها نفرت الناس عن الإسلام تفجيرات في كنائس تفجيرات في أسواق تفجيرات في الأندرغراوند تفجيرات في برج التجارة العالمي تفجيرات كل مكان عام شامي يذبح يقتل عام شامي كيف تتوقع منه أنه هذا لا ينظر نظرة سلبية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويحقد عليه هنا ننتقل إلى الشعبة الثانية أنت تقول وهذا الكلام الذي دائما يقال على الملأ في وسائل الإعلام الغربية أنه هؤلاء لا يمثلون الإسلام مو هذه تعاليم الإسلام مو هذه الشكل هسا خلي نفسك أنت مكان واحد إنسان غربي عادي يشوف هذه المقاطع الأرهابية يثكل مثلا في أبيه أو أمه أو أخته أو أخيه ينقتل قتلوا منه صار بينه وبينك ثار أنت تقول له في الإعلام أنه لا لا هذا ترى مو من تعاليم الإسلام هذه مو من تعاليم رسول الإسلام مو هذه الشكل يقوم شوية يبحث يسوي سيرتش بالإنترنت ماكو يطلع البخاري يطلع مسلم يشوف هذه تعاليم الإسلام هذه تعاليم هذا النبي بالفعل موجود يصير عنده مطابقة يطابق التصديق التصور خلص عنده تصور ما أنت تتحاول كنت تتبدده ولكن لما يروح إلى أمهاتي كتبك يشوفه لا موجود بالفعل هذا تاريخ نبيكم هذا تاريخ نبي الدموي نبي إرهابي والعياذ بالله شلون تريد أنه بعد ذلك ما يروح ينتج فيلم شلون تتوقع أنه ما ينتج فيلم وما يسب بالنبي صلى الله عليه وآله وما يتكلم بمثل هذه اللغة شيء طبيعي أيها الأخوة ما طول أنت تقول تقدم له الإسلام وتقدم له سيرة هذا النبي من هذه الكتب العفنة من البخاري من مسلم من تفسير الطبري من السيرة النبوية لإبن هشام ولإبن كثير من أشبه روايات من أحاديث من روايات عائشة روايات أبي هريرة روايات أنس بن مالك روايات الطائفة البكرية والله وبالله لم تسئ طائفة لشخصية النبي الأقدس مثل الطائفة البكرية من ألف واربعمائة سنة إلى الآن ماكنة إعلامية مستمرة من ألف واربعمائة سنة في تشويه سمعة هذا النبي والظلم هذا النبي هذا الواقع أئمتنا عليهم الصلاة والسلام مظلومونك جده مدى يتقدم لا تقدم شخصية النبي كما رسمها أبناؤه للمجتمع الغربي ما تقدم أحد يطرح شخصية النبي الآن بناء على الصفات التي ذكرها أهل البيت الطاهرون عليهم الصلاة والسلام كلا روايات أهل البيت التي تتحدث عن السيرة النبوية البراقة المشرقة أين هي في الإعلام وين ما موجودة حتى على منابرنا ترى ما موجودة حتى على منابرنا عندنا الجاهلية مقنعة على منابرنا خطبان ما يعرفون السيرة الحقيقية لرسول الله صدق صدق صاهرة موجودة ليش؟ لأنه ماكوا طلاع على روايات أهل البيت عليهم والسلام جيدة ولاكوا تحقيق ولاكوا سهر ليالي في هذا الجانب فيقوم ياخذ السيرة النبوية ممن؟ من ابن كثير ياخذ السيرة النبوية من الطبري ياخذ السيرة النبوية أما ياخذ من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام لا إذا في وسط الشيعة اللي هم أتباع أهل البيت عليهم السلام ما يعرفون سيرة النبي الحقيقية وينزهونه فيها عن الأكاذيب والافتراءات والموضوعات والمختلقات فشلون تتوقع من البكر يعرف السيرة الحقيقية ثم كيف تتوقع من اليهود والنصراني يعرف السيرة الحقيقية وهو أبعد وأبعد ترجمة نانسي قنقر